ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسون والجن خلقناه من قبل من النار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسون فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له سادئين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع السادئين لكم أي المثال للرحلة من القرصة وذلك للحق الكتير ليست حاجة لك وفتن إذا لك منا وجهك عمل الأمر ونحن التأمين ونحن التأمين حقاً ونحن ذكرت إلى بعض المسوى وقيدت بشراء من أدن وعن لكم من به يا عظيم ونحن الطعام ونحن نصري الذين يطعون حياة المصدعية thereof and God's death and we are the inheritor and we have already known the preceding generations among you and we have already known the later ones to come upon and indeed your lord will gather them, indeed he is wise and knowing and we did certainly create man out of clay from an altered black model and the jinn we created before from scorching fire And mention, O Muhammad, when your Lord said to the angels, I will create a human being out of clay from an altered black mud. And when I have proportioned him and breathed into him of my created soul, then fall down to him in prostration. So the angels prostrated all of them entirely, except at least he refused to be with those who prostrated.